هل في أفكار هدامة في الدنيا؟ آه طبعاً في أفكار هدامة في الدنيا هل مصر مستهدفة بمجموعة من الأفكار الهدامة؟ أيها فندم مستهدفة أنت صدقت دا أو ما صدقتوش أو قبلت دا أو ما قبلتوش أنا آسف بس دا الواقع طب هنعمل إيه؟ لازم نواجه هذا الشكل من الفكر الهدام إذا صح التعبير الفكر المحبط الفكر اللي بيروج لكلام فارغ إلى آخره هنواجهه إزاي؟ بالمخ وزارة التعليم العالي تفضلت مشكورة بإطلاق مسابقة اسمها معن لمين؟ لطلاب الجامعة تعليم العالي يعني طلاب الجامعة طيب بتهدف لإيه؟ لمواجهة الفكر الهدامة أو الأفكار الهدامة على إطلاقها معنا داخل الستوديو بنورنا ومشرفنا دكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما ورنا دكتور؟ بنور سيادتك يا سيادتك إزاي الصح؟ الله يخليك إزاي صحتك أنت فاهمت؟ صح حاهم يلاقون غلطان في المقدمة وده حقيقي فعلا يعني إحنا بقلنا أكتر من سنة ونصف شغالين على هذه الفكرة في معهد إعداد القادة حلو معهد إعداد القادة يمكن ليه تاريخ طويل جدا قاله أكتر من مية سنة مية واربعة سنة تحديدا داخل جمهورية مصر العربية ياه ده فعلا إيه هي العظمة دي؟ ده حقيقي ده هو كان كامب انجليزي في الأساس وانتقل بعد كده للملك فاروق ثم انتقل بعدها أيضا وأصبح مكان يمارس فيه الحاجات بتاعة الحركات الكشفية وليه كمان فيلا داخلية كان بتاعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأن المكان 45 فدان في 45 فدان ليهم مقدرات هيلة طبعا بس دايما المكان مش بس بالمباني اللي موجودة فيه أو حتى بالمنشآت الجديدة أو بالتطوير اللي احنا شغالين فيه بيانا أكتر من سنتين ولكن كان يجب أن احنا نهتم بالفكر نفسه وخصوصا فكرة طلبنا طلاب جامعة المصرية بيقدروا أكتر من 3 مليون و400 ألف طالب مش بس في الجامعات جامعات مصر الحكومية الأهلية الخاصة والتكنولوجية وأيضا معاهم معاهد الجمهورية اللي بيزيدوا عن 200 معهد ودول واحدهم 700 ألف طالب بيستقبل المعهد إسبوعيا وبشكل مجاني تماما لأن الطالبة ده في عداء الرضي من مصاريف دراستها في الأنشطة الطلابية والمدة إسبوع كامل بيقعب معانا أولادنا من مختلف الجامعات والمعهد المصرية وبيتم إنارة العقول وبنديهم الفكر الجديد اللي محتاجينه المصر احنا مش عايزين حتى فيه سؤال دايما بيتسئل بيقول لك هل القائد يولد أم يصنع دجين ولا بيكتسب ولا ولا هما الاتنين يعني كان نوفيرسيوف تيكساس عملت بحث كده وقالتين في جيم فعلا للقيادة ولكن مش ده بس ده احنا بنكتشف أيضا مش بس القادة الجدد ناخد طلبة من الفرق الأولى وبتني نسقل مهارتهم داخل المعهد بمحاضرات ويراش عمل ونمزج محاكاة وأيضا بمعيشة كاملة وأنشطة مختلفة طول فترة إقامتهم في المكان الإقامة دائمة وليست إجبارية بل بالعكس احنا بنيجي على يوم الرابع والخامس مع أولادنا احنا بنبات معهم بنات وولاد وبنيجي على يوم الرابع والخامس اللي يقول لك الأيام خلصت بسرعة ونخلص ده وما نقفش على كده نقول لهم طب إيه رأيكم نطلع مع بعض وفيه أفواج متميزة نزور فيها محافظات مصر تتفرج على الأسر عاملة زي أسوان الناس المقاهرة يعني ناس المقاهرة من المحافظات يجوا قاهرة يشوفوا مدحف الحضرات بعد ما كان بركة وسيادتك أكيد تتذكر طبعا وإحنا بنعدي من جنبيه بحضرة كنت بتتكلم على المشروعات القومية الكبيرة اللي الطلبة عندنا بيبتدوا أنه هم كمان يشوفوها بجد أنزل أتفرج المشروع ده موجود بجد ولا لا وقل لهم أنتوا بتسمعوا إشاعات كتيرة جدا لدرجة أن في خامة ريسكم وريف مرة كان نتكلم أن فيه 30 ألف شعاء أطلقت في 3 شهور معجزة حلفت